الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فإن الله جل وعلا في سورة الكهف لما ذكر قصة أهل الكهف أولئك الذين فروا بدينهم هربا من ملك زمانهم الذي كان يجبر الناس على عبودية الأصنام وترك عبودية الله جل وعلا وبينا أن أمر الدنيا إلى الله جل وعلا وأنه ليست العبرة ببعض المظاهر الدنيوية التي يتحلى بها بعض العباد في الدنيا وإنما النعيم المقيم هو نعيم الآخرة الذي لا يزول أبدا ومن هنا فإن رب العزة والجلال لما تحدث عن قصة أهل الكهف ذكر ما يتعلق بمجالسة أهل الخير والصلاح ولو كانوا من الفقراء وتركوا مجالسة أهل الباطل ولو كانوا أغنياء فإن أهل الكهف هم الذين يبحث عن رفقتهم وعن رفقة أمثالهم لا رفقة أهل الملك في ذلك الزمان ممن كان يعبد غير الله جل وعلا ثم ذكر الله جل وعلا آيات كان سببها أن بعض أهل مكة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن كنت تريد منا أن نتبعك فاطرد هؤلاء القوم الذين معك وهم يريدون بذلك أن لا يجلسوا مع هؤلاء وقد علم الله جل وعلا أنهم لن يؤمنوا وأن الخير في مجالسة أهل الصلاح ولو كانوا فقراء ولذلك جاءت الآيات فقال تعالى وَتُلُمَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ التلاوة تشتمل القراة وتشتمل الاتباع والسير على ما في كتاب الله جل وعلا فهذه الآية وَتُلُمَ أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ الكتاب هو القرآن فهذه أمر بتلاوة القرآن وقراءته وأمر بمعرفة معانيه وفهمها وأمر بتصديق ما ورد فيه من الأخبار من مثل أخبار قصة أهل الكهف وأمر بامتثال الأوامر التي جاءت في هذا الكتاب العزيز ثم قال تعالى لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ أي أنك كلمات القرآن لا مُغَيِّرَ لَها فإنها صدق وعدل وبالتالي لا يمكن أن يكون فيها تغيير ولا تبديل بل قد وصلت إلى أعلى درجات الكمال فهي كلام رب العزة والجلال كما قال وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا وَمِنْ هُنَا فَإِنَّهُ لا نحتاج إلى تبديلها أو تغييرها بخلاف ما يضعه الناس من أنظمة وقوانين فإنهم ما يفتون إلا ويُغَيِّرُونَ وَيُبَدِّلُونَ فيما يضعونه لأنفسهم من ذلك وما ذاك إلا أن تلك القوانين ناقصة تحتاج إلى تغيير وتحتاج إلى تعديل ما بين وقت وآخر ثم قال تعالى وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا أي أنك إذا بحثت فلن تجد ملجأ أن تلجأ إليه إذا كان الله جل وعلا يريد أن يلحق بك العقوبة وكأنه أشار إلى قصة أهل الكهف فإنهم لما لجأوا إلى الله حماهم بينما غيرهم لما لجأ إلى من سواه فإنهم حينئذ لم ينجو ولن ينجو ثم أمر الله جل وعلا نبيه بأن يمسك نفسه وأن يجالس أهل الخير والصلاح فقال واصبر نفسك أي ليكم من شأنك أن تمسك هذه النفس وأن تصبرها على مجالسة أهل الخير والصلاح الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي قيل المراد بذلك الدعاء حقيقة وبالتالي فهم يدعون الله في كل وقت وفي كل حين فكأنه أشار إلى أهم وقتين من أوقات اليوم وهما الغدات التي هي أول النهار والعشي الذي هو آخره وقيل بأن المراد بذلك أذكار الصباح والمساء وهناك مرى أن المقصود بالدعاء هنا الصلاة فالمقصود أن الله جل وعلا قد أمر المؤمن بأن يكون مع أهل العبادة وأهل الذكر حتى يكون بذلك من الفائزين وانظر إلى صفة من صفاتهم ألا وهي صفة الإخلاص لله جل وعلا في قوله جل وعلا يريدون وجهه أن يقصدون بعباداتهم وينوون أن يرضوا الله جل وعلا وأن يحصلوا على أجره وثوابه وثم قال تعالى ولا تعد عينك عنهم أي لا تلتفت عن هؤلاء الأخيار إلى غيرهم وفي ذكر النهي عن الالتفات إلى غيرهم إشارة إلى النهي عن التفات القلب بحيث يكون المؤمن راغبا في أهل الخير راغبا في مجاوزتهم كما أنه ببصره لا يجاوز غيرهم ولما كان الإنسان إذا أعجب بشيء أو رغب في الانتقال إلى مكان أحد بصره لذلك الموطن لذا نهي عن أن يتجاوز بعينيه رؤية هؤلاء الأخيار الذين يريدون الآخرة ولذا قال وَلَا تَعْدُوا عَيْنَاكَ عَنْهُمْ أن تكون مقاصده مكتصرة على ما تحت قدميه من هذه الدنيا فيغفل عن الآخرة ولا يقدم عملا صالحا لها وسمى هذه الحياة الدنيا بهذا الاسم لأنها هي القريبة لأنها هي القريبة ولأنها أقل من الآخرة فهي الدنيا دنيئة وذكر أنها زينة لأن الناس ينخدعون بها وتكون أمور الدنيا من الأسباب التي تجعل الإنسان يغفل عن آخرته ولذا قال تعالى كما نهاه عن إرادة الدنيا ونهاه عن مجالسة أهل الباطل نهاه أيضا عن طاعة أولئك الذين غفلت قلوبهم فقال ولا تطع أي لا تستجب لنصيحة وأوامر من أغفلنا قلبه عن ذكرنا أي كان قلبه غافلا وناسيا لأن يذكر الله بالذكر القلبي بحيث لا يخاف من الله ولا يرجوه ولا يحبه ولا يستشعر مراقبته ولا يتوكل عليه أو ثم قال واتبع هواه أي لا تكن مطيعا لأولئك الأشخاص الذين إنما تحركهم العواطف المجردة والرغبات الشخصية فهم تبع لأهوائهم ورغباتهم لا يلتفتون إلى عواقب الأمور وإلى ما تؤدي إليه من النتائج ثم قال جل وعلا وكان أمره فرطا أي أنه ضيع أمر آخرته فعطل نفسه ولم يستعد للآخرة وإذا نهى عن طاعته فقد نهي عن السير على طريقته والاقتدى به وبهذا نعلم أن من صفة أهل الخير والصلاح أن نياتهم تكون للآخرة ليستعدوا لآخرتهم وبالتالي فإن العبد ينبغي به أن يختار الرفقة الصالحة الذين يكون لهم الأثر الحميد ولا ينبغي به أن يستجيب لدعوة أي داع حتى يتأكد أنه ليس ممن اتبع هواه وليس ممن كان أمره فرطا أي ضائعا قد أضاع أوقاته وأضاع نفسه بدون أن يكون له هدف أو غاية يسعى للوصول إليها ثم قال تعالى وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ أي أخبر الناس أن هذا الكتاب الذي ندعوكم إلى الاستجابة له والذي ذكر أخبار الأمم الماضية ومنها أخبار أهل الكهف فهذا هو الحق وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ هذا خطاب لكل من قرأ القرآن أن يشهر هذا الكتاب وأن يظهره إلى الناس وأن يبين أنه الحق والهدى والرشد وهو الكتاب الذي فيه سعادة الدنيا والآخرة ويرشد إلى ما يرضي رب العزة والجلال ثم حينئذ قال فإنكم أيها الناس لا تخلون من أحد حالين إما أن تكون ممن آمن بهذا الكتاب وسار عليه فأصبح من أهل الخير وكانت له العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة كما هو شأن أهل الكهف وهناك طائفة ترغب في الكفر وترك دين الله جل وعلا وحينئذ يكونون مثلا ملك ذلك الزمان ما فتى إلا قليلا حتى أسرع إليه الهلاك وينتظره العقوبة الشديدة في آخرته فقوله هنا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لأن الله غني عن إيمان العباد وإنما المستفيد من ذلك هم وليست الآية على جهة التخيير وإنما الآية على جهة التقسيم بحيث قسمت الناس إلى هذين الصنفين ولذا قال بعدها إنا أعتدنا للظالمين أي جهزنا وهيانا مكانا للظالمين نارا وهي نار جهنم أحاط بهم أي جاء من كل جانب سرادقها أي السور المحيط بها وبالتالي لا يستطيعون أن يخرجوا من النار ولا أن يتخلصوا منها وإذا جاء لهب من هذه النار عاد إليهم نارا نحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل أي نظرا لما هم فيه من الحرارة الشديدة في نار جهنم فإنهم يطلبون الماء إما ليشربوه فيبرد باطلنا أجسادهم وإما أن يقوموا بوضعه على أبدانهم ليزيل ما لحقهم من العذاب الشديد من نار جهنم وإن يستغيثوا أي يرغبوا من الآخرين أن يزودوهم بالماء من أجل أن يبرد عليهم النار في أجوافهم وفي أبدانهم ومن أجل أن يبعد عنهم العطش الشديد فحينئذ إنما يغاثون بماء كالمهل المهل هو الرصاص المذاب وذلك أن الرصاص يحتاج إلى نار شديدة من أجل أن يذوب ولذا إذا طلبوا سقي الماء أعطوا من هذا الرصاص المذاب فيزيدهم عذابا يشوي الوجوه فإنهم متى قربوا وجوههم ليشربوا من ذلك المهل فإذا بالحرارة الشديدة تخرج منه فيكون سببا من أسباب شوائي وجوههم فإذا كان هذا في الوجوه التي إنما جاه قشب ذلك الماء وريحته فكيف بباطن الإنسان من المعيدة والمريء والأمعاء التي إذا شربها إذا شرب لصاحب جهنم من ذلك الماء وصل ذلك الماء إليها مباشرة كما قال تعالى يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد ثم قال تعالى بئس الشراب فإن الشراب إنما أريد به أن يبرد على الإنسان وأن يطفئ ضماه لكن ذلك الماء الذي كالمهل يزيد الحرارة حرارا ويزيد العطش عطشا ويكون من أسباب إنقطاع عمل الإنسان ولذا كان شرابا بئيسا بئس الشراب وساءت مرتفقا أي أن نار جهنم ليست بالمكان الحميد الذي يرتفق الإنسان فيه بهدوء أو سعادة بل هي محل العقوبات الشديدة ولذا من كان من أهل النار فإنه حينئذ لن يرتفق ارتفاقا حسنا فيها وإنما يأتيه العذاب الشديد العظيم الشاق المستمر الذي لا ينقطع أبدا ثم ذكر من يقابل هؤلاء وهم أهل الإيمان فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات والإيمان يشمل أركان الإيمان من الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ويدخل في مسمى الإيمان الأعمال والاعتقادات والأقوال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبة فعلاها قول لا إله إلا الله فهذا قول وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهذا فعل والحياء شعبة من الإيمان وهي من أفعال القلوب ثم قال وعملوا الصالحات أي أقدموا على فعلي ما هو صالح من الأفعال سواء بأبدانهم أو بأموالهم أو بغير ذلك والعمل الصالح هو الذي يكون موافقا للشرعي غير مخالف له ويكون مما قصد به وجه الله سبحانه وتعالى ويدخل في ذلك ما هو واجب وما هو مستحب ثم قال تعالى إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أي أن الله يدخر ثواب أولئك الذين يحسنون في أعمالهم بأن يكونوا ممن قصد وجه الله وعمل على وفق السنة فإنه لا يكون العمل موصوفا بهذا الوصف من أحسن إن لا نضيع أجر من أحسن عملا إلا إذا قصد به وجه الله وكان موافقا لشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الله جل وعلا ما عده لهم من الثواب فقال أولئك أي هؤلاء القوم الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات عدن الجنات المزارع التي فيها أشجار قد التف بعضها ببعض وستر بعضها بعضا جنات عدن أي محل إقامة دائمة يبقون فيها لا ينقطعون عن نعيمها تجري أي تسيل من تحتهم الأنهار أي من تحت قصورهم ومن تحت مواطن جلوسهم وراحتهم يحلون فيها أي أنه توضع عليهم الحلية التي يتزينون بها ولم يذكرهن الفاعل ليظهر أن فاعله هو من الملائكة عليهم السلام يحلون فيها في الجنات من أساور وهي الزينة التي الزينة من الحلي التي تكون على المعصم من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا أي أنهم في تلك الدار يلبسون أي يتخذون ثيابا ذات اللون الأخضر من سندس والسندس هو الغليظ من الحرير والديباج وإستبرق وهو الديباج الرقيق الهيي اللي متكين فيها على الأرائك أي أنهم يرتاحون تماما راحة لدرجة أنهم إنما يتكئون على الأرائك وهي المواطن الاتكاء وما ذاك إلا لأنهم مرتاحون قد هنى تابوا هنى بالهم وزال عنهم ما كانوا يشعرون به من التعب والنصب وعندهم من يخدمهم في تلك الدار ولذا قال نعم الثواب أي أن هذا هذه الجنان ثواب حسن حميد يعطيه الله عز وجل للذين آمنوا وعملوا الصالحات وحسنة مرتفقا أي أن الجنة محل لارتفاق الإنسان وراحته وتمتعه بما فيها ولذا كانت الجنة حسنة مستقر فإذا نظر للإنسان ما ذكر من نعم الجنان علم بأنه إذا علم الإنسان ما في الجنان علم أنه ينبغي به أن يسعى لأن يكون من أهلها وظاهر هذا أن التحلية تكون للرجال والنساء على حد سواء فهذه آيات عظيمة فيها فوائد كثيرة متعددة فمن تلك الفوائد الأمر بتلاوة القرآن بما يشمل كراءته وتدبره وفهم معانيه والعمل به وفيه بيان أن القرآن وحي من عند الله جل وعلا وفي هذه الآيات كمال هذا الكتاب بحيث لا يحتاج إلى تغيير ولا إلى تبديل لا مبدل لكلماته وفي هذه الآيات أنه لا ملجأ للإنسان ولا ملاذ له إلا من الله جل وعلا إلا إليه سبحانه وتعالى وفي هذه الآيات تعظيم للقرآن ورفع لمكانته وترغيب في الإقبال عليه وفي هذه الآيات أن المتصرف في الكون هو رب العزة والجلال يحمي أولياءه ويسلمهم من شرور أعدائه وفي هذه الآيات الأمر باحتباس النفس لتكون مع أهل الخير ولو كانوا فقراء وفي هذه الآيات الترغيب في دعاء الله جل وعلا في كل وقت ليلا ونهار صبحا ومساء وفي هذه الآيات الأمر بصحبة الأخيار ومجاهدة النفس ليبقى الإنسان معهم مصاحبا لهم مخالطا لهم ولو كانوا فقراء وفي هذه الآيات النهي عن مجالسة أهل الباطل ولو كان لهم وجاهه ومكانه وفي هذه الآيات نهي لإنسان عن أن يلتفت بقلبه أو بصره إلى أهل الباطل ممن آتاهم الله جل وعلا شيئا من أمور الدنيا وفي هذه الآيات أن العبد لا يطلب الدنيا لذاتها وإنما يطلب الدنيا لتكون معينة له في آخرته وفي هذه الآيات ترغيب الإنسان إلى أن يقصد وجه الله والدار الآخرة في عماله بحيث لا يكون مقصوده اتباع زهرة الدنيا والسعي إليها فليس هذا مقصوده وحده وإن قصد شيئا من التجارات أو المكاسب قصد بها أن يتقوى على طاعة الله جل وعلا وفي هذه الآيات النهي عن طاعة أهل الباطل والاستجابة لما يوجهون به أو ينصحون فإن الله جل وعلا قد بيّن أن من كان كذلك فهو ممن غفل قلبه وبالتالي مثله لا يشاور ولا يطاع وفي هذه الآيات النهي عن غفلة الإنسان عن ذكر الله جل وعلا والمساهمة في سبل الخير وفي هذه الآيات النهي عن اتباع الإنسان لهواه ورغباته بحيث يقدم على كل ما تشتهيه نفسه ويحجم عن غيرها ولو كان فلاحه فيما يتركه وخسارته وهلاكه فيما يقدم عليه وفي هذه الآيات أن من لم يقصد الآخرة فإن الدنيا ستضيع عليه وبالتالي يكون أمره فرطا وفي هذه الآيات أن من يطاع إنما هم أصحاب الثقة إنما هم أصحاب الثقة فلا يطاع إلا من كان موثوقا فمن كان مفتيا لا يطاع إلا إذا غلب الظن على أنه ينقل شرع الله جل وعلا وإذا كان على أي مهنة فإن العبد يحتسب أن يكون ذلك العبد ممن قام بأمر نفسه وفي هذه الآيات الترغيب في الصبر على طاعة الله جل وعلا وفي هذه الآيات الترغيب في المحافظة على الصلوات وذكر الله في الصباح والمساء طرفي النهار وفي هذه الآيات في قوله وقل الحق قيل بأن المراد قل يا أيها النبي إن ما ذكرته لكم من قصة أصحاب الكهف هو الحق وبالتالي يكون من الواجب على الإنسان أن لا يتكلم في شيء من 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 وقاع من سبقه إلا إذا تأكد أنها حق وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا قد وضح الطريقين وطريق الحق وطريق الباطل وبالتالي لم يبقى لأحد حجه في أن يترك سبيل الإيمان إلى ما سواه وفي هذه وفي هذه الآيات أي أن الملائكة يقولون بأنهم قد جهزوا لأولئك الذين ظلموا أنفسهم بالشرك أو بالكفر أو بالعصيان بنار أحاط بهم سرادقها أي أن الله قد توعدهم بتلك النار الغليظة ويكون عندهم سور على مكانهم بحيث لا تخرج الحرارة من موطنهم ولا ينتظرون هواء يتيهم من غير منطقتهم فقال إن أعتدنا للظالمين أي جهزنا لهم نارا أحاط بهم سرادقها أي أن أسوارها قد جاءتهم من كل جانب وبالتالي يعسر عليهم الخروج فليس لهم طريق يتمكنون به من الخلاص من هذه النار إلا بهذا الأمر ثم قال جل وعلا في هذه الآيات يعني لما بين أن المهل وأن الماء الشديد لا ينتفعون به حقيقة وبالتالي قال وإن يستغيثوا أي لو قدر أنهم طلبوا الماء من أجل أن يشربوا فيطفئوا ذلك ما عندهم من عطش شديد فإنهم متى طلبوه أغيثوا في هذا بيان شدة عقوبة أهل النار يوم القيامة وفي هذه الآيات أن أهل النار لا يرتحون ولا يرتفقون في مواطن لبثهم في ذلك اليوم فليس هناك محل ارتفاق وإنما هو عذاب شديد شاق ولما ذكر أهل النار ذكر من يقابلهم ففي قولهن الذين آمنوا ففي ذلك وعد الله جل وعلا لأهل الإيمان بالعاقبة الحميدة في جنان الخلد ولذا قال إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا فمن قام بعبودية الله جل وعلا يريد بذلك وجه الله وكان على وفقي ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحينئذ لا يلحقه شيء من المأثم بسبب ذلك ثم ذكر الله جزاهم فقال أولئك أي هؤلاء القوم الذين هؤلاء القوم الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار فعندهم الجنان التي يسعى الناس إلى أن يكونوا من أهلها لما فيها من النعيم المقيم والراحة التامة ثم قال نعم الثواب أي أن من أفضل أنواع الثواب ما يؤتيه الله عز وجل لملائكته وفي هذه الآيات أن أهل الجنان يرتفقون في الجنة ويتمتعون فيها ويرفقون بأنفسهم ويؤتيه الله عز وجل من السرور والغبطة والفرح ما الله به عليم فهذه آيات عظيمة في سورة الكهف تبين أن وجود النعيم الدنيوي ليس معنا أنه نعيم دائم ولا أنه نعيم وإنما على الإنساء وإنما نعيم النعيم الدائم هو نعيم الجنان الذي لا يبقى أبدا وفي هذه الآيات تفضل الله جل وعلا على أهل الجنان بأنواع من النعيم وإن كانت ممنوعة محرمة في الدنيا لأنه يجوز في الآخرة ما لا يجوز في الدنيا ولذا كان من شانهم أن يحلوا أن يلبسوا حلية من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق السندس والإستبرق نوعا من أنواع الحرير والديباج فالسندس خفيف اللي والإستبرق فيه غلظة قال متكيين فيها على الأرائك أي أنهم قد ارتاحوا تماما الراحة وهنات نفوسهم وأصبحوا متكيين على الأرائك نعمة ثواب وحسنة مرتفقا وبذلك نعلم أن الله جل وعلا قد بيّن الطريقين وعرف بكل منهما من أجل أن يكون سلوك الإنسان لواحد من هذين الطريقين وهو على بصيرة ليتحمل نتيجة مختاره بارك الله فيكم وفقكم الله وفي هذه الآيات حكم ومعاني كثيرة فما أشرت إليه نماذج يمكن أن يعرف به ما سواها بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين كما سأله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لخيري الدنيا والآخرة اللهم وفق من رتب معنا هذا اللقاء لكل خير اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن تأخذ بأيدي كبارنا وأن تلبسهم لباس الصحة والعافية وأن تجعل العاقبة الحميدة لهم هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين محمد 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 محمد